شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الثاني لآلية التشاور الثلاثي بين مصر والأردن واليابان تم تخصيص الاجتماع لبحثه مستجدات القضية الفلسطينية حيث أشهد وزير الخارجية بحرص الجانب الياباني على التنسيق والتشاور مع مصر والأردن في إطار آلية التشاور الثلاثي حول مستجدات القضية الفلسطينية معربا عن تقدير مصر للموقف الياباني الداعم لحل دولتين وأكد عبد العطي ضرورة التوصل لتفاق الوقف في إطلاق النار في غزة وفتح كافة المعابر معها والسماح بنفاذ المساعدات دون أي عوائق منددا بالنهج الإسرائيلي المتعنت